موسيقى في فقرة سينما اليوم نحكي عن فيلم اسمه لا شيء أصرح عنه اللي بيحكي عن معاناة اللاجئين السورين أيضاً نحكي عن فيلم ونحكي كمان عن فيلم هيلو كيتي طبعاً نتذكر كمان الأفلام الكارتون الأديم اللي كنا نحضرها واللي كبرنا عليها وطبعاً بترشح فيلم لا شيء أصرح عنه اللي بيحكي عن معاناة اللاجئين السوريين في دول اللجوء إلى جائزة الأوسكار لنحكي عن هالموضوع أكتر ومواضيع تاني نرحب بضيفتنا بيان عميرة المهتمة بالسينما هلا وسهلا فيكي بيان هلا وسهلا فيكي بيان بيان ببداية حلقتنا حكينا عن قصص إبداع السوريين بكافة مجالات في بلدان اللجوء ولا بد أن نتطرق عنها عن هيل القصص بالسينما لهيك بديك تحكي لي أكتر عن فيلم لا شيء أصرح عنه أو Nothing to declare هلا فيلم لا شيء أصرح عنه هو فيلم ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير روائي وطبعاً هل مجرد أنه يترشح لهيك جائزة هذا فخر كبير إلنا هالفيلم مستوحى من قصة حيئية من قصة حادث شاحنة الموت اللي صارت بالنمسا هالحادثة شو صار فيها مات فيها عدد كتير كبير من المهاجرين ليه لأنهم علقوا جوه هاي الشاحنة فماتوا خنق اختنقوا ماتوا هالفيلم بيحكي عن مجموعة من المهاجرين منهم ثلاث لاجئين سوريين هذور ثلاث لاجئين سوريين كانوا بيروا قصتهم خلال هاي الرحلة لحد ما توقف الشاحنة هون الفيلم بيطرح سؤال هل هم رح يموتوا ويستسلموا للموت او انهم رح يظلهم يدافعوا ويحاولوا يوصلوا لهدفهم لهدفهم مزبوط هلا بيان بتعودين على افلام دوين جونسون المعروف باسم ذرك وهو كمان كمصارح حقيقي وافلامه دايما هيك بتحسي فيها روح الإثارة وفيها امتاع وشيقة كتير طيب بفيلم شو الشي المختلف وشو هو انه شخصيته بالضبط يعني شو قصة هذا الفيلم بداية فيلم fighting with my family حصل وحقق ايرادات كتير عالية وصلت ل 16 مليون دولار من اول ما نزل بالبوكس اوفيس بالولايات المتحدة وبريطانيا هو عم يحكي عن بطلة ويمكن هذا الاشي اللي يميز الفيلم انه بطلة صبية تدخل بموضوع المصارعة وبيبلش الفيلم بيحكي عن كيف شقت طريقها وذاروك بيكون له دور كتير كبير بمساندتها وشوي شوي الفيلم بيوضح شو الاحداث اللي مرت فيها لحد ما وصلت لهدفها بيان بالنسبة لشخصية هيلو كتي كلا ياتنا وعين عليها ونحن صغار ونحن مدموجين بقصة انه تي شيرت هيلو كتي لام المدارس الاشياء القرطاسية كلا ياتها هاي الشناتي يعني متطبعين بانه خلص هيلو كتي موجودة بحياتنا بحياة البنت طيب وانتو كمان كنت فعنا كيف تتخياليها هلأ وجودة بالسينما هلأ هيلو كتي صح زي ما انت قلت موجودة من خمسة واربعين سنة بس كدمية يعني ما عمرنا حضرناها على التلفزيون ولا شي هلأ الشركة اليابانية المسؤولة او اللي طرحت شخصية هيلو كتي قررت انها تعطي حقوق الملكية لشركة انتاج وتحول هالشخصية اللي شفناها زي ما قلت عشانات المدرسة عالقرطاسية وهي القصص هلأ رح نصير نفتح تلفزيون نحضرها يعني نصير لها موفي ونحضرها رح هيلو كتي شخصية هاي تكون مع أصدقائها هي بيضة وفي عندها صديق برضو أرنب رح نصير نحضرها على التلفزيون رح تصير موفي شو أحداث الموفي اللي رح تحكي عنه رح تحكي يعني رح تتمحور حول هيلو كتي وأصدقائها يعني لسه ما منعرف إذا كانت رح تكون رسوم متحركة أو لايف أكشن بيان مثل ما بتعرفي نشأ جيل التسعينات واللي هو جيلنا على فلام كرتون قديمة كتير وكنا نحضرها ونحبها فهلأ الشركات الانتاج عم بتحاول تعيد انتاج الأفلام الأصلية اللي عملتها بصيغة أكتر تطور منها البوكيمون فأنت كانت أول نسخة لفيلم البوكيمون أول نسخة من فيلم بوكيمون انطرحت بسنة 1998 وشركة الانتاج عم بتخطط لأنها تنزل نسخة جديدة منه شهر خمسة لسنة 2019 جاي طيب هلأ بيان فيلم على الدين رح يطرحوا منه حاليا كوبي جديد فهل هذا الكلام صحيح وشو شيء اللي فيه اختلاف وتميز عن غيره مثلا عن غيره من الأفلام هالحكي صحيح هو مش إشعة رح ينطرح منه نسخة جديدة بس خليني أذكركم ان النسخة الأولى نزلت بسنة 1992 النسخة الجديدة رح تنزل برضه بشهر خمسة من سنة 2019 بس الشيء المميز فيه يمكن يكون يشجع الكل انه يروح يحضره رح يكون على قدي من بطولة ممثل مصري اللي هو مينا مسعود والجني حيكون ويل سميث يعني خلينا نتقل The Lion King الملقب بسيمبا اللي كان كتير مؤسر بالأطفال وبيجي لنا خصيصا اللي نعمل منه ثلاث أجزاء وفيلم كرتوني بالإضافة لهيك كيف ممكن هلأ ينطرح بشكل جديد أو صورة جديدة بالسينما Lion King أو المعروف بسيمبا موجود من سنة أو النسخة الأولى منه نزلت بسنة 1994 بشهر سبعة بسنة 2019 رح تنزل منه النسخة الحية ما رح نشوفه بأفلام كرتون رح نشوف فيه ممثلين حقيقيين موجودين بهذا الفيلم بيان مثل الشخصيات اللي موجودة بفيلم سيمبا اللي هي تيمون وبومبا كيف نشوفها نحنا تجسيد بشكل حي نحنا كنا نشوفها كأفلام كرتون فنحنا كيف فيهن ينقلوا الأفلام الكرتون لصورة حقيقية هاي ما رح تكون أول تجربة لأنه نحول الرسوم المتحركة لأفلام واقعية في تجربة سابقة لفيلم Jungle Book Jungle Book هو جسد الرسوم المتحركة موكلي والحيوانات كلها فهذا الفيلم برضو رح يجسد الحيوانات وصورهم للواقع أكيد الكلام يستنهي الأفلام لحتى يشوفها وانتابعها مع بعض وعاكل لأننا نتشكرك لوجودك معنا المتابعة للسينما بيانا ميرا شكرا كتير شكرا لوجودك معنا بيانا عفو مشاهدينا بتمنى حلقة اليوم نالت إعجابكم لأونا بفقرات جديدة ومتنوعة بحلقة أسبوع الجاية ولا تنسوا تطابعونا على الفيسبوك والإنستجرام تتركوا كومنت ولايك بأمان الله مشاهدينا باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة